موسيقى استمرار فتح معب الرفع البري لتدفق المساعدات الغذائية والطفية والوقود لا يلكننا طي صفحة عام 2023 دون توقف عند العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية وما تلته من تداعيات خطيرة منذ اندلاع الشرارة الأولى للعدوان الإسرائيلي انخرطت مصر في جهود الوساطة مع جميع الأطراف المعنية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي المحموم وكانت القاهرة مقصدا للعديد من قادة العالم وزعمائه موسيقى أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار موسيقى أشكر دول العالم التي أكدت على دعمها للموقف المصري موسيقى يوقف العدوان الإسرائيلي ويجنب المنطقة ويلات صراع محموم قد يقضي على ما تبقى من فرص وآمال السلام والاستقرار موسيقى في القمة العربية الإسلامية لستنائية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض جدد الرئيس السيسي التأكيد أن الفروج من منطق توالي الأزمات في المنطقة لن يتم إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وتواصلت الجهود المصرية من أجل الوقف الفوري والمستدامي لإطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحة الرئيس السيسي شارك أيضا في القمة العربية الثانية والثلاثين في مايو الماضي تعبيرا عن التزاما صادق بالتضامن العربي ومقتضياته والدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبهدف البحث عن سبل تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة السودانية احتضنت القاهرة قمة جوار السودان وجاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي لتعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب استعراض تجربة مصر الرائدة في استشراف المستقبل وأمام القمة العالمية للمناخ قبل ثمانية وعشرين طالب الرئيس بتبني خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى درجة ونصف درجة مئوية إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة هم يتطلب منا ققيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خلق مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة وانطلاقا من التزامه بالقضايا الإفريقية حرص الرئيس السيسي على المشاركة في القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميسا في منتصف العام وأمام قمة روسيا إفريقيا الثانية دافع الرئيس السيسي عن حق الدول الإفريقية في تحديد طبيعة الشراكات الاستراتيجية التي تعتزم إقامتها مع مختلف التجمعات والقوى الدولية في سبتمبر وبدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شارف الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين التي احتضنتها العاصمة الهندية نيو ديلهي وخلال مشاركته في قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد دعا الرئيس إلى التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية كذلك شهد العام أكثر من محطة على طريق التشاور وتنسيق المواقف بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي إبريل حل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضيفا فوق العادة على القاهرة في زيارة هي الأولى له منذ توليه السلطة عام 2020 كما تميز العام الماضي بأكثر من زيارة لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وفي خضم التحديات العديدة التي تواجه المنطقة استقبل الرئيس السيسي الرئيس الموريتاني محمد ويلد الغزواني وفي دلالة على تقوية حضور مصر بالقارة السمراء زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجولا في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري لهذه الدولة الإفريقية ضمن جولة شملت زامبيا وموزنبيق في منتصف يوليو تم تجهين القمة المصرية الكينية بعهد جديد من العلاقات التنائية التي طالما تميزت بحوار سياسي مدعوم وتبادل للزيارات على أعلى مستوى مسار العلاقات المصرية الهندية اتخذ منحا تصاعديا في بداية العام حيث لب الرئيس دعوة الهند في الاحتفال بعيد الجمهورية كضيف شرف نظرا لما يحظى به من تقدير واحترام من قبل رئيسة الدولة ورئيس وزراء الهند وعكست الزيارة الرئاسية لأذربيجان وأرمينيا سياسة انفتاح مصر على دول وسط وشرق أوروبا فركزت المباحثات بين قائدي البلدين على سبل تعميق العلاقات الثنائية وكرست زيارة أرمينيا المكاسب الدبلوماسية التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة عبر حضورها المهم في جميع مجريات الأزمات العالمية على مدار العام كانت القاهرة وجهة مفضلة للكثير من قادة العالم ونلتكن زيارة الرئيس الكرواتي زران ميلانوفيتش لمصر إلا رغبة في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعبين وفي فبراير استقبل الرئيس السيسي رئيس أوزباكستان شوكة ميرضي يائف وخلال القمة بين الجانبين ثمن الضيف السياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس السيسي محليا ودوليا والتي بواءت مصر مكانتها المرموقة كبوابة للقارة الإفريقية للشركاء الاقتصاديين وتتخذ العلاقات المصرية المجرية زخما أكثر بزيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للقاهرة نهاية فبراير الماضي في شهر مارس استقبل الرئيس السيسي ميتا فريدريكسون رئيسة وزراء الدمارك وزيارتين من رئيس قبرص نيكوس خريستو دوليدس عززت قوة ومتانة العلاقات المصرية القبرصية في نهاية إبريل شهد قصر الاتحادية قمة مصرية يابانية تناولت سبلة عزيز العلاقات وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي في منتصف العام استقبل الرئيس السيسي ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في خطوة تعكس التقدير الذي تحظى به مصر في آسيا والهند على وجه الخصوص في أغسطس وعلى أرض العالمين الجديدة استقبل الرئيس أيضا كيرياكوس ميتسو تاكس رئيس وزراء اليونان وجاءت زيارة رئيس جنوب السودان للقاهرة في نوفمبر لتعكس إرادة مشتركة نحو تعزيز شراكة استراتيجية متكاملة في جميع المجالات كما شكلت مناسبة لبحث الأزمة السودانية وتداعيتها على المنطقة تحركات ديبلوماسية نشيطة على مدار العام الفين وثلاثة وعشرين استطاع الرئيس السيسي خلالها تطويق الكثير من المشاكل واحتواءها بما يتكيف مع التحولات الإقليمية والعالمية الأمر الذي يسهم بشكل فعال في إيجاد حلول سلمية للنزاعات واغتنام فرص التعاون والتبادل على جميع الأصعدة الثنائية ومتعددة الأطراف أنا بسري إذن أنا أستطيع مكاني وحق في مها لم يضيع ونحيا بها دون أي اختلاف ونمحي الغوارق بين الجميع بلادي 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 سلمي موسيقى